موسيقى لم أجدت الفكرات إسرائيل كبلاد ولكن أعجبتني المدرسة أعطني فيزا جال عام وبعد طولوها أخرج في طيارة كل شيء إسرائيلي لديهم أسر مغاربة أخرج في بوحدك أخرج في طيارة إسرائيلية ويقوم بطيارة إسرائيلية في المغرب البنت يت phen dive أخرج في طيارة إسرائيلية الإسرائيلية وعلى جداً توجد في الرؤان بالإسرايل والإسرايلي أيضاً مثل مناسبات دينية سوء يهودية والإسلامية كيف كنت تحتافلون دينياً إسلامياً أو يهوديياً؟ يهوديياً كنا نعيش في هذا الفلس جهودي فهنا نعيش في كل جهد السمانات كنا لدينا شباط كنا كنا نبسوا البيض، كنا نمشيوا كنا نعنيوا أغاني شباط في الأخر سنة نحفظهم كنا نقرأوا الطغة كنا نمشيوا كل مناسبة يهودية السنة الجديدة، بصعب، بوريم كان هناك الفلس جلس البيضة يمشيوا من هذا الجانب تعلمنا الكثير من التقافي وصفة التقافي إسلامياً، أغل المسلمين الواحدين، كانوا في المدرسة جلي أميس في رمضان كانوا يوجدون الواجبات مع الفطور في الوقدي الفطور في السحور كانوا يعطينا الماكلة لذلك كنا نقوم بحلول في رمضان داخل المدرسة كنت تحتافلوا بهذه العياد الدينية كنت تحتافلوا بهذه العياد كانوا يعطينا المسلمين عطلة مكان قروش كانوا يعطينا الدين بحرية وكان لدينا كبير من المسلمين كانوا جمعوه وفتروا بناتنا كان لدينا فترة من هذه الفترة تكون توتور خارج المدرسة في غزة كيف كنتم طلبة داخل هذه المدرسة التي تعلمكم القيم بالسلم والسلام والأمن تحت السواريخ والقصف المتبادل والعمليات المتبادلة كيف كنتم تعيشوا بهذه المدرسة؟ كنا نقوم بأي شيء في حلقة في التواتر السياسي كانوا يجمعونا كانوا يتحدثوا بناتنا مع المديرات ومع المدرسة وكانوا يتحدثوا وكانوا يتحدثوا وما تشعروا ومعلوموا وما تشعروا ومع المدرسة كانوا يتحدثوا على المشاكل في المدرسة في المدرسة في المدرسة كانوا مجاوريس في المدرسة في المدرسة وفي هذه السنة كانت مشاكل مع غزة كانوا سمعنا الصدق للصواريخ حتى انتي لتكامل الساعة 17 سنة كانت تضفتين حواليخ كنت توجدتتتتتتو في 18 سنة فأنت تفرجين في الغرف القناة الحضائية وتشاهدونهم بطوء ماهو شعبك؟ أليس خائف؟ أليس لمدة أغاضبة لأننا بأحسنت مفيدين من كل جانب نحن لدينا بيوت في المدرسة أقصام مثل عمل الحديد، شراجم الحديد، باب الحديد إذا تخلطي لهم تكون محمي مئة في المئة لدينا سيغن، إذا سمعتهم في المدرسة تنودوا تمشي لديك البيت على ذكرات سيغن، قبل علموكم كيف تسمون تعليمات تنفذ، أو تنغر أو كيف تسمون الله كل ما تعلمتك مثلاً، إذا كنت في الزنقى، تهبط، تكف الأرض و تغطي رأسك إذا كنت في ثنوبيل، تنزل من الزنوبيل كنت تعلم الذين قرروا السهل، صراحة ليس صعب سهل أن أتصابك، لكن العائلة كأنا في المغرب تقرأ التلفزيون و ستتحايا تلك تتخاف، تدعاء وكلابات، وكلابات، وصباحة، تلك مختلف مع فارق الزمن ثلاثة أو أربعة سوية الفرق ساعتين كيف كنت تشرح لهم؟ هؤلاء كانوا خائفين كثير مننا ضروري لأننا كنت تفرجوا في الأخبار ومعرفوا ما هي الحقيقة وخاك سبيلهم هوا البيت فين كنت تخبرهم كنت تسمى بشكل صح هؤلاء كانوا خائفين كنت دائما سنعيتهم يقولون أنهم لم يقفوا لا تصل إلى المدينة لا تصل إلى الجنوب هذا كان صعب وعلى حساب أنت ناشطة وخصوصا التكتب هذه المحطات الدراسة وعيش في إسرائيل وفلسطين كنت تتوقعها؟ نعم كنت نصور دائما هل تتخفف عنك؟ لا غير أريد أن أقول كنت تتوقعها كنت تتوقعها كنت تتوقعها 17 عام في إسرائيل ولكننا في المغرب لا نستطيع أن نتوقعها أريد أن نتوقعها كيف نتوقعها؟ كنت تتوقعها كنت تتوقعها صوت وصورة كان في المغرب كنت تتوقعها كنت تتوقعها كنت تتوقعها كنت تتوقعها كنت تتوقعها فإن كنت تتوقعها فإن كانت تتوقعها فإن كانوا أول مرة أن أسمعوا مغربي مغربي من إسرائيل لقد أعطتني مغربي كنت تتوقعها سعيدا فإن كان أقريبا توقعها كنت صغيرا ليشتها حسنا لم تتمكن من المغرب فإن كانت استملاحة فإن كانوا مphase أيضًا ومجبا والمسلمين قدروا ندخلوا فوق مبغينا وعنا حاجز إسرائيلي بلا 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 فأنا في الأول لم أكن أعرف هذا الفرق دخلت من البلاصة للغير المسلمين مع صحابتك مع صحابتي وشافوا فجهة قالوا لي أنت منين الصحابتي لم أسألهم لا أدخلوا عادي أنا قالوا لي أنت منين بحال كيف تخيلوا الوجهة نعم 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 قلت لهم أنا مغربية قال لي أعطني الباسبور جبت الباسبور لي قال لي تبعيني أنا أدخلت سابعة بوليس إسرائيلي وعيد يقولون ما هي مغربية ما هي مغربية وأنا لم أفهم أولو بقيت سابعة وبقوا يصوروني بزاف دي الأسئلة شنو كتديري هنا شكتقرهاي جابوا شي عشرة دي البوليسيين ضاروا عليا وأنا في الوسط وحدا حدايا كتصورني الأسئلة شنو كتديري هنا علجتي الإسرائيل عشبار يدخلي بلانجلي علش ما كتديريش بالعبرية وأنتي هنا تعامل خائب ما كتبش في الأول ما جميش الحال أنا بغى ندخل غين صلدي علش جيتي المسجد أسئلة غربة في الأخر قلت لهم هدروا مع المدرسة جيلية لش غكتسهلوني هكتسهلوني هكتسهلوا معي بالطريقة ما كيبغيوتي سمعك صراحة و قلت لهم أنا كنقرفها كفا غياغوك اللي هي معروفة كأحسن درسة في إسرائيل تبدل التعامل كمبليتما آه سمحي لينا نحن فهمناك غلط غيد خليم مرحبا بيك سحل تقلب محقق معك شي ثلاثين دقيقة وهم كي كنسينا ومبعد بشي يجيو على عندي فهمناك فهمناك وحد خداخر سوف يزوجه ما بينش فيه عربي لا يستطيع أن تقول لهم لأن هذا الشيء غف في السنة الأولى في السنوات في السنوات مرحبا بعد ذلك عدت بزدف المرس كتر القدس وقد اخذت الأقصى وطلب باسبر ولم يطلب باسبر وطلب باسبر فهمناك انت حرفك بحالي فهمناك فهمناك أن المغربة لا تكونوا أصحاب الأمناك في الأول ضروري جئت بلاد عربي تخوفوا شوية ولكن منعرفوا المغربة بدأوا يأتي الى إسرائيل وعرفوا بنامان شكلهم تخطر أمني يعني خارج المدرسة مش كانت عندك علاقات بفلسطينيين؟ ربما قلت للمدرسة القرية التي كنتوا فيها المدرسة لا يوجد فيها المدرسة في الإسرائيليين والروسيين طالما قلت لتل آفيف ويتخرج المدرسة الى مدرسة في الفلسطينية إلى 1948 كنت عايشة مع ابنت فلسطينية من القدس فلسطينية إلى 1948 فهمت شئ كذلك؟ كان معاملة جالية لم يكن مع الناس داخل المدرسة على مدرسة وعلى برة غير تمشي شي قوارب حالك لكم أطيق 90% من الناس يتعلمون ولم يتعلمون القادية بأنني أقول إسرائيل وغير السمية إسرائيل وكانت أكثر أنني لم أتفق بسياسة الإسرائيل وكانت أكثر على تيك توك ولم أدعم بثائف الأشياء وكانت أكثر من الناس يتعلمون بحالي إسرائيل لتعلم مع نتانياهو من أن تعلم إسرائيل وهم تفهموا خطوة석 في الناس وكانت أكثر سأغلط من أولادك لم أتفق بصرحة إلى كومنت، أنت في تيك توك أرى ما ينظر عنك كبير؟ ما كنت تتعلم الخطر؟ أعادي، أعادي لم أكن أعرف وأعلم طبعا، أخبروا فيديوين ، أترحوا أين يريدنا فعالهم ولكن لا يفهم بالناس لقد أتيت عام الأول و أرجعتني للمغرب. أعودت شهرين و نص. هل قد أعود في الخطات الإسرائيلية؟ لا، أعود في الخطات المغربية. لم أكن أعود أخرى و أرادت إلى إسرائيل مرة أخرى. لم أكن أتبع في إجراء الإمارات. لم أكن أدخل في إجراء المغربية. كان هناك المغربية؟ كان هناك المغربية لم يكن أعود. لم يكن لدينا إسرائيل مرة أخرى في أقوى. كان هناك أسئلة العلمات في أول إسرائيل. لم تكن إضافة أخرى أن أرادت إلى إسرائيل المقودة. كان هناك بطاقة ضرقة. و una خطة للسرائيل المغربي أدخل مع الأدقاء للمغربية و أتروف من خطة أخرى. في كل هذا الأمر ، فهذا يوجد من المسلمين أو العربية أو أي شخص يحبون بلد مسلم أو العربي لذلك فهذا يوجد هذا المسلم لكن لا يوجد سواء الأسرائيل أولاً إذا تم اخرج أول الخروج لك لا تذهب إسرائيل لا توجد أي مشكلة في المغرب لا توجد أي مشكلة في الباسبور لا توجد أي بلد مسلم من غير المغرب اشتركوا في القناة